طيب نحكي عن البدايات الطفولة حضرتك زي ما حكى فؤاد من موليد نابلس نشأتي في هذه المدينة العريقة المتحضرة العصرية والدك كان قادي شرعي صحيح؟ ما وصل لهذه الدرجة لأنه كما قلت لك بأنه يحتاج إلى أعادة تأهيل للكفاءات التي كانت عندها لكنه كان يعمل عفوا بالمحكمة الشرعية شو الذكريات اللي بتعلق في ذاكرتك مع والدك؟ مع والدي للأسف لا تعلق أي ذكريات لأنه طوفي وأنا كنت صغيرة الله يرحمه تسلم تعيشي نعم ونشأتي مع والدك نعم أختي وأخواتي فالمسئولية الأكبر كانت على والدك على الوالد أكيد إيش أكثر إيشي تعلمتي من والدك منذ الطفولة؟ والدتي حب الإبتسام والتبسم ويعني كانت لا تنظر إلى الحياة بصعوبة بالرغم من الصعوبات التي كانت على كاهلها وبالتالي أنا أشعر بأن ذلك الجيل في ذلك الجيل كان متفائلا أكثر كان مرتاحا مع نفسه والنتيجة لذلك كان هذا الارتياح ينعكسه على الآخرين من حوله فنشأنا بالرغم من كل البساطة التي كانت تحيط بحياتنا في ذلك الوقت نشأنا سعداء وفرحين وعفويين وتلقائيين أنا أشفق على هذه الأجيال في الوقت الحاضر لأنهم لم يجربوا متعة جيلنا أنا لا أتأكلم لأنني أصبحت من الجيل الأكبر ولكن حتى الأطفال الصغار أراهم بأنهم لا يكتفون بما يحصلون عليه يحصلون على الكثير من الكماليات والماديات والألعاب ولكن العطف والحنان والعفوية والتلقائية لا يحصلون عليها كما كنا نحصل عليها سابقاً والله أخذ حنان أنا وفؤاد يعني إحنا أخذين كميات حنان من أهلنا والله بزعلوا أهلنا لا أقول حب يعني أنا يمكن أكثر من فؤاد ولا إيش رأيكم شباب من أخذ حنان أكثر من التالي أنا أنا لا يا جماعة ما هو يتدرج هيك نوع من التدرج الجيل الأكبر أخذ حنان أكبر لهذا تدريجياً نرى ليس مش لأنه الأهل دوراً أسألك ليش؟ أجل أقول لك أجل أتغير أجل أتغير على الدنيا مثلاً أصدك الأهل ما عادوا حناين على أبنائهم في هذه الفترة على الأطلاق صارت الردم سريع ولا وقت لأشياء كثيرة حتى يعني لا وقت للطبخ في البيت صار هالأيام كله تيكاويز عرفت علي فهي سحبت على أمور عدة متعددة بما فيهم الأولاد وبعدين ظهور التكنولوجيا وظهور التلفزيون وإلى آخره صار الولد أو البنت يخضون أوقاتهم مع أدوات ومع آلات وهذه يعني تشغلهم إلى حد ما ولكن هذا ليس بكافي لأننا ما أحوجنا إلى الحوار وجها إلى وجه ما أحوجنا إلى الدفء والعطاء بعدين لما كبرت البيوت وكبرت الهاد صار فيه تلفزيون هنا وتلفزيون هناك إضافة إلى الألعاب فبالتالي يعني خلوا ما يلتقونا تحت صقفة واحد العلاقة عكسية ما بين الحنية وخط الإنترنت وحتى خط التلفزيون يعني من بداية التلفزيون بلشت العلاقة شوي تتفكفك يعني التلفزيون الواحد كان يجمعهم بس عدة التلفزيونات فرقتهم يعني سؤالي فوراً لحضورك أو تواجدك أو عيشك تجربتك في بريطانيا أحب أسمع من بداية وصولك إلى بريطانيا هي كانت عبارة عن مفاجأة يعني في ضل حرب الستين كنت ما زلت في المدرسة وبالتالي كان القرار إما أنا أذهب إلى بيروت أو أذهب إلى المملكة العربية السعودية أو أذهب إلى إنجلترا لأن أقارب أهل كانوا نصفهم موجودين في إنجلترا هذا السبب فهذا هو السبب فكانت تجربة وأنا بين وبين نفسي أنا كنت أحب أنها هذه التجربة يعني أول ما تم الإختيار عن إنجلترا حملت رب العالمين إنها كانت إنجلترا لكن يعني عندما وصلت شعرت بأنها عبارة عن تغيير مفاجئ وعبارة لا أقول بأنها صدمة نفسية بقدر ما هي صدمة ثقافية اجتماعية وخاصة في عصرنا يعني لم تقول بهذه الفترة يعني كانت الرسائل تصل عبر البريد ولا يوجد هناك الإنترنت ولا يوجد الآيفون وبالتالي كانت غربة بما تعنيه الكلمة إضافة إلى أن بريطانيا يعني كانت يعني شبه منقطعة عن العالم ككل هلأ عندما تذهب إلى لندن هلت ترى الأكل في كل مكان الأكل العربي الأكل الهندي الأكل الصيني التابولة تراها فيه طبعا هناك يعني كل الأكل تبكة للإنجليزي بطاطا إلى آخر لن نتكلم عن الأكل يعني ذهبت إلى مدرسة داخلة رأسا يعني مدرسة داخلة لم يسمعوا بأي إنسانة اسمها عربية كنت أنا الضحية والتجربة الأولى حتى أخوتها في مقاطعة سوسكس في الجنوب وأول يعني سمعوا الطالبات بأن هناك فتاة عربية جاءت إلى المدرسة واستغربوا لأنهم بهذه المدرسة بالذات لا يخبرون مناطق الشرق الأوسط يعني عندهم نوع كان من التميز في مدارس أخرى تأخذ من الشرق الأوسط تأخذ من إفريقيا لكن المدرسة اللي ذهبت عليها ما كان فيه تقبل لهم لكن لما شافوني أخذوني بعرفش إيش يعني إلى حد ما يعني كنت لكي كنت محظوظة وأول سؤال جاءوا دافعت الطالبات إلى غرفتي إنت عربية ومن وين من فلين وبعرفش إيش وين اليشمك يعني فكروني أن أنا برقعة وين فصانك الأسود وين الجمل وإلى آخرة يعني أنا ضبطت عصابي لأنه إحنا بتربيتنا منكبر الثقة في داخل الواحد الثقة في داخل الواحد كويسة إنها تكبر لكن أحياناً منتجاوزها إلى تضخم الذات تضخم الذات بنشعر إنه إحنا أحسن ناس في العالم إحنا العرب ما فيه مثلنا إحنا الأردن ما فيه مثلنا هدولة ما بفهموا هدولي يعني كان فيه تضخم داخلي الحمد لله ما كان فيه تضخم أنا استوعبت على صغر سني على طول تبسمت ضحكت شرحت لهم إنه أبداً أنتوا اللي بتشوفوهم هبارة هذا عبارة عن زي من منطقة إلى أخرى فيه مناطق تلبس الطويل الملون فيه مناطق تلبس الطويل الملون ما حتى نعمل الجميع فيه مناطق تلبس الأسود يعني فيه مناطق البلاد العربية للبسونا اليشمك وخاصة بهذه الفترة كانت نسبة التحجب يعني شبه قليلة يعني معدومة فبالتالي يعني تدريجياً بعدين أخذ قلنا إحنا عبارة عن صدمة خافية إضافة إنه شعرت إنهم كانوا ينظروننا إلينا باستغراب يعني كنت شبه مراقبة طلعاتي نزلاتي كيف باكر كيف بمشي كيف بجاوب في المدرسة فبالتالي أنا أخدت نوع من الحذر لا أنا بقول أنا كنت كل على بعضي مش بطالة من الأصل يعني لكن بكونت واضع مش بطالة مش بطالة بقولك يعني بقبولة بقول علامة بقبولة لكن أردت أن أحصل على امتياز يعني عرفت علي فصرت لا أريد أن أخطئ هنا ولا أريد أن أخطئ هناك يعني وتأبعت كل التصرفات والسلوكيات والإنعكاسات بخاصة أنا لما يكون أروح زيارات على لندن يعني ألاحظ هناك بعض التصرفات من العرب التي لا تليق بتاعك الصورة إيجابية عن العرب لا أكل البعض ولا أكل الكل الكل ما شاء الله ملتزم ما شاء الله شيء برفع الراس بس لكوني أنا العربية الوحيدة تتحسسي زيادة موجودة هناك فبالتالي يعني تصرفت إلى الآخر على كل حال هي أنا بعدها إنها هي عبارة عن تجارب وتجارب تراكمات حتى لو كانت أليمة في وقتها لابد وأن تعكس إيجابا على شخصية الفرد وتنضجه إلى حد ما ربما ينضج قبل الأوان وهنا يتحمل المسؤولية خبل الأوان وعندما يتحمل النسان المسؤولية خبل الأوان يشعر بأنه وقد أضع فترة حلوة من حياته فترة براءة كان ممكن أن يقضيها بالمتعة لو ضليتني في بلدي كان ممكن أستمتع سنوات أكتر بدون تحمل هذه المسؤولية بس ستناديا الشعب الإنجليزي معروف بأنه هو يعني ما بنقول ما عنده عواطف ما عنده مشاعر ولكن بالنسبة لعمري كنت لستاتك ما زلتي صغيرة في السن دخلتي مدرسة داخلية أكيد متعودين إحنا على العواطف الجياشة وعلى المشاعر وهناك زي ما بنشوف الشعب الإنجليزي شعب مستقيم مش كتير بيعبر واضح جدا منظم جدا فشو تعلمتي منه؟ اللي تعلمت منه بقدر يعني أنه معواطف هم يضبطون عواطفهم أو طبيعتهم هما يضبطون يعني طبيعتهم ميالين إلى الحيادية لكن في نفس الوقت منظمين في نفس الوقت يتبعون القوانين فعندما يكون الإنسان منظما ويتبع القوانين يؤدي إلى احترام الشخص الآخر سواء يعرفه أو لا يعرفه فالاحترام أولا ثم تأتي المحبة ثانيا أنا ما حبيتهم بالأول لكن تدريجيا قد ما شفت احترام منهم ونظام ومعاملة ومرتبة يعني تدريجيا بدأت أحبهم فإذا إحنا كشعوب البحر الأبيض المتوسط أو ذوات الدب الحار لا أريد أن أقول العرب نتمتع بعاطفة جياشة يا حبيب ويا روح وبعرفش إيش وعلى الغلطة منزعل من بعضنا ومنكره بعضنا إما أقدر نرجع نتصالح يعني ما فيش ثبات سمعتي كيف لكم كان فيه كيف لحكي هيك ربنا جابه على الهوى يعني ما بعرف شفت كيف يعني تساعد يا جماعة ولاو أنا مش خاصة أنا بحكي لكم وقائع وقائع مرت فيها فبالتالي بعدين مثلا إنك لما تمشي بالشارع تشعر بالأمان مش سيارة راح تيجي من هون أو شغلاء هناك كل واحد متبع قانون السير نعم لما بدك تطلع على البس المواصلات العامة يوقفوا كلهم في كيو واللي معها طفل أو طفلة يعطوها المجال إنها تدخل أول فبالتالي كل هذه الحركات ومسارات والدقة والتنظيم أنا لأنا أعشق النظام أعشقوا يمكن فيه ناس يقولوا شو سيارة بتمشي هون لكن شوف المحصلة النهائية لعدم النظام في الشوارع يعني ما شاء الله يعني إشي مرعب مرعب إنه نشوف حوادث بخلال العيد أربع خمس حوادث وكل حادث أكتر من التاني ولسه في حادث بالأمس وبالتالي أنت لا تستطيعين أن تقولي خليها على الله وإعقل وتؤكل لا وتوكل لا إعقل 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 ثم توكل وبعدين إعقل وتوكل هي زي على مستوى الأفراد لابد من مأسستها وضع استراتيجية إعقل وتوكل وضع استراتيجية الالتزام وضع استراتيجية إتقان العمل ليس الترديد التنظير بدون التطبيق على أرض الواقع أوكي كل فرد بطبق على أرض الواقع لكن كل المؤسسة عليها أن تحول كل هذه الأشياء سواء كل الأمثال الشعبية سواء كل الأحاديث سواء كل الآيات سواء كل ما تورد في الإنجيل في أي شيء مفيد للوصايا العشرة يعني كلها يبد من مأسستها وتحويلها إلى استراتيجية وهذه الاستراتيجية تتابع وتقيم ومن يتسيب يتعرض إلى المحاسبة من خلال الشفافية